يعني مستمرين مع حضراتكم وحديث العزة والكرامة والفخر الحديث عن يوليو وكواليس ثورة 23 يوليو وازاي يعني كان هناك الكثير من التحديات في المجتمع المصري اللي بتمهد لقيام ثورة 23 من يوليو ويعني هنتكلم أكتر بالتفصيل عن الحتمات التاريخية لقيام هذه الثورة والقضاء على الاستعمار والزلم اللي كان بيعيشه الشعب المصري في هذه الأوان معايد الوقت يضيفي في الستوديو الدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر مساء الخير على حضرتك فندم مساء الخير فندم كل سنة طيبة ومصر العظيمة كلها بخير يمكن وإحنا بنتكلم عن ثورة 23 يوليو والضباط الأحرار اللي في الوقت ده كان سنهم صغير حركة زي حركة الضباط الأحرار ومسألة المخطرة بحياتهم ويمكن ده معتاد من المؤسسة العسكرية ومن الجيش المصري لأنه أيا كانت الظروف وأيا كانت التبعات وحتى لو النتائج مش مضمونة بيكون الاختيار هو الانحياز للوطن والانحياز للشعب وإعلاء مصلحة الوطن وده اللي حصل في 23 يوليو ده كلام مهم يعني فيه في حديث حضرتك عناصر مهمة جدا منها لماذا يتحرك الجيش عند اللزوم لإنقاذ الوطن ومنها عنصر تاني تاني متعلق بحتمية الثورة وظروف مصر قبل 52 الحقيقة أنه من 42 إلى 52 يمكن أسوأ عشرة سنوات في تاريخ مصر وطبعا إحنا بنستمد معرفتنا بإحنا معاشناش هذه المرحلة لكن مصادرنا في قراءة التاريخ إحنا كمان ما بنكتبش التاريخ كأساس التاريخ إحنا بنكتبوش لأنه كتب لأنه تم بالفعل لكن إحنا بنعيد قراءة التاريخ عشان نصل إلى العلة مش مجرد حكي مش مجرد قصص القصص والروايات وحتى المستمدة من التاريخ دي مكانها مش هنا مكانها مش عندنا مكانها عند الناجيب محفوظ وإحسان عبدالقدوس توفيه الحكيم وغير ولو حيث تتكلم عن العشر سنين اللي قبل الثورة فإحنا تقريباً كان في فيلم القاهرة الثلاثين هو في الأربعينات طبعاً الدراما وكان بيعكس كمان سورة المجتمع المصري وفي بيتنا رجل بعد كده يعني دراما يعني لعبة دور في التاريخ لكن إحنا بنعتمد على مادة علمية خام بنجيبها من الوثائق وثائق العصر ده بنجيبها من حتى شهود اللي عاشوا المرحلة فالشهود اللي عاشوا المرحلة والوثائق حتى البريطانية والأمريكية والوثائق المصرية بتشير إلى أنه أسوأ عشر سنوات في تاريخ مصر من 42 إلى 52 إيش معنا 42؟ 42 لأنه هينة مصر ويعني مرغة كرامتها في الوحل الملك لما أزل بحادث 4 فبراير 1942 لما حصرت الدبابات البريطانية قصر عبدين وبالقوة فرضوا عليه تكليف مصطفى النحاس رئيساً للوزراء ده في إزلال لمصر سلطة الاحتلال لعب الدور في تشويه تاريخ هذه المرحلة إيش معنا 52؟ 52 فيها لا تداء على ضباط الإسماعيلية فيها حريق القاهرة فيها انتخابات نادي ضباط هذه المرحلة من 42 اللي 52 الحقيقة كان فيها كل عوامل الثورة لأن الثورة فيه قوانين بتحكمها من هذه القوانين أنه يبقى فيه أزمة اجتماعية فيه جمود اجتماعي ما فيهش حراك اجتماعي فيه فساد إداري فيه سلطة موجودة لسلطة الاحتلال وعلى فكرة هنا ثورة يوليو بتتميز عن الثورات الأخرى في أنه كان مطلوب بينها أنها تواجه سلطة الملك بجيشه وبالبوليس السياسي وبالبوليسه يعني الشرطة المصرية واختائزين وهو كان بيفترض أن الجيش جيش الملك لكن الضباط الوطنيين دول دباط مصر وأثباتوا أن هذا جيش مصر مش جيش الملك هو كان بيقول كده ويفترض في هذه الثورة كمان أنها تواجه دبابات الموجودة في قاعد قناة السويس